اكد معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتقدم الرفيع في كافة مسارات التعاون والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والنماء على البلدين معاليه اشاد بالنتائج المثمرة التي تحققت خلال زيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى المملكة المتحدة والتي تشكل مرحلة متميزة للشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة لتحقيق الفرص النوعية الرائدة والاهداف المنشودة مشيرا معاليه الى حرص مملكة البحرين على مواصلة التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات والمستويات ومشاركة القطاع الخاص في تعزيز سبل دعم الشراكة والتعاون وفتح افاق ارحب للمشاريع التنموية والاستثمارية النوعية واضاف معاليه ان زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحمل اهمية خاصة ودلالات عديدة في التوقيت الراهن وتعكس حجم التطلعات المشتركة لدى مملكة البحرين والمملكة المتحدة ارتكازا على العلاقات التاريخية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح الثنائية والعمل المشترك